هذه المملاحات الرمضانية روعة في البنة عجينة واحدة خرجت لي كمية كبيرة ولا بات تجي هاي لوم قطنة ولا فخص بزيف بنينا نبدأ بالعجينة في العجينة ندير كاس ونصح ليب مغارفة كبيرة خميرة الخبز مغارفة كبيرة سكر نخلط كلش ونزيد نص كاس زيت مغارفة كبيرة زبدة دوبتها شوية باية تحب بيت والسافار ندهن بحفلافة ونبدأ نزيد في الفارينة غرب شوية ومغارفة صغيرة ملح حوالي خمس كيسان بصح الكاس الخامس فيه كاس غربة يعني ماشي معمر كي تلي ملعجينة نخليها تريح في بلاسة تكون دافية حتى تتلع ملع نجوزه للفارس ناخد سمن ندير نص مغارفة كبيرة وندوبه في المقلة نحط له بولي تصدر كامل ونزيد عليه نص مغارفة صغيرة فلفل كحل اربع مغارفة صغيرة سكنجبير وتوم بودرة ونص مغارفة صغيرة فلفل حمر شوية ملح ونخلط كلش نزيد نص مغارفة صغيرة كوركم ونخلط كلش نغطيه ونخليه طيب بعدما نضع البولي نرحي في الأشواغ ونزيد عليه شوية زيته ونخضر نسكس مايز وهاتي لسوستومات لجاج كي طيبته نخلط كلش ونزيد ام وصوت الفروماج نعبزه شوية ونزيد شوية حليب باش نجري شوية لفرس بعدما اخمرت العجينة نحلها لالو بلندو تخافاي ندير دوائر ونحط شوية لسوستومات شوية لفرس ونجوز بالبنسو خالية الفارينة وشوية ماء باش ما تحلوش في الفوق كي تنفخوا مع السخانه نغلقهم ملاح وندهنهم بلوجين دوف زيت لهم غرفة كبيرة حليب ومن الفوق تجلجلان ورقة مع الدنوس وإلا لسوستومات مع الفروماج غابي وشوية معدنوس هنا تسانوا جوز زيتون مع انغوندلت على الفلفل وانكا غير طماطيش وننسوش لسقلابات بخالي تتعلم وفارينة باش مايتفتحوش نحطهم يطيبوه في الفوق حوالي 15-20 دقيقة حتى يحمارو بعد ما طابوه شوفوا كيفاش جو كيما قلت لكم العجينة خفيفة بزيف وبنينا ولا فخص تاني تهيلة وتقدرو تعتبدوها في وصفات واحد اخرى متمنى الوصفات تكون عجبتكم وصحة في توركم